يهدف المشروع إلى إدارة الغابات وإعادة تأهيلها وتحسين إنتاجية المراعي والأراضي الجرداء في محافظة عجلون واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأراضي وإدارتها بشكل مستدام وتأهيل المناطق المتدهورة حقيقة ورشة عمل نوعية فهي هدفها هي المحافظة على البيئة المحافظة على حيادية الأرض في ظل الظروف المتغير المناخي اللي نشهده حاليا رح تعمل على موضوع إدامة وتطوير وأعادة إحياء الغابات اللي تعرضت إلى اجتداث أو تعرضت إلى ظروف مناخية والآن يعمل على استحداث مشاريع نوعية في عجلون نكلم عن ثلاث مفاهيم أساسية كيف نتجنب تدهور الأراضي وكيف نقلل من تدهور الأراضي وكيف نعيد الحياة إلى الأراضي المتدهورة فهذه المفاهيم الثلاثة الأساسية التي يقوم عليها مفهوم الحيادية في تدهور الأراضي وهذا في الحقيقة دور الجمعية للمياه الملكية منذ تأسيسها أن تعمل مع جميع الشركاء حتى تحل المشاكل الوطنية التي يعاني منها الأردن وهذه من المشاكل الأساسية التي تعاني منها عجلون مفهوم حياة تدهور الأراضي بمعنى أن الجزء الذي نخسره بسبب الأنشطة الإنسانية نعوضه في الأجزاء الثانية على سطح الأرض حيث تبقى إنتاجية الأنظمة البيئية متكافئة على طول الفترات الزمنية التي نشتغل فيها طبعا المشروع الذي نشتغل فيه سيشتغل على ثلاث محاور أساسية محور المراقبة ومحور الاستعادة ومحور التجنب وقوع الأراضي في التدهور ويهدف المشروع كذلك إلى تحسين أسس التخطيط لاستعمالات الأراضي ومراقبة حالة التدهور فيها باستخدام التكنولوجيا والاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية النباتية والحيوانية لتحسين سبل العيش للمزارعين المشروع بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية إن شاء الله سيكون جانبين جانب وعي بيئي والجانب الآخر إن شاء الله مشاريع زراعية تحافظ على الثروة الحرجية وعلى مواردنا الطبيعية وعدم استنزافها وسينفذ هذا المشروع خلال أربع سنوات في محافظة عجلون بالتشارك مع العديد من الجمعيات والدوائر الرسمية ذات العلاقة محمد سارم لقضاه التلفزيون الأردني